بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في مادة التقنية الرقمية ثلاثة إن شاء الله بإذن الله اليوم سنأخذ إدارة المهام تعرفنا في الحصة الماضية عن بناء وأتمتة مخطط المشروع وكان العمل نظري وكان بدون أدوار الآن إدارة المهام سنتعرف عليها في هذا الدرس وبإمكانك الرجوع إلى الدرس من خلال قمز الاستجابة السريع الموجود أمامك على الشاشة إدارة المهام إدارة المهام وإدارة الوقت ترتبط ارتباطاً وثيقاً ما في إدارة للمشروع بدون وقت أخذنا في الحصة السابقة مثلث الإدارة مثلث الإدارة يتكون من النطاق والزمن والتكلفة إذن إدارة النطاقات إدارة الموارد المادية إدارة الموارد البشرية إدارة المشروع تتم من خلال الإدارة متزامنة مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الزمن حيث تتضمن إدارة المهام عملية تحديد المهام الفردية وتخطيطها وتنفيذها ضمن إطار زمني تنفذ أي مهمة من حيث تخطيط والتنفيذ وفق إطار زمني ستتألم في هذا الدرس مصطلحات محددة تتعلق بهذا الإطار الزمني وهي المعالم والموعيد النهائية المعالم الرئيسة للمشروع في إدارة المشروعات يعد أي معلم أي معلم من المعالم من معالم مشروع حدثاً رئيساً يتطلب اهتماماً خاص على سبيل المثال لدينا في مشروع المسرحية تعد البروفات معلماً رئيسياً في المشروع لأنه لا يمكن المتابعة إلى العرض الأول دونها دون البروفات ذكرنا في الحصة السابقة أن البروفات ممكن يعيدها مرة مرتين ثلاث ممكن عشر مرات قبل حتى يكون الفريق بجهزية تامة للعرض الأول المعلم الرئيس في المشروع هو نقطة تمثل حدثاً رئيساً في دورة حياة المشروع وعند الوصول إلى المعلم ينتقل المشروع إلى المرحلة الأخرى إذن المعلم هي محطة ونقطة الانتقال إلى المرحلة التالية الموعد النهائي لكل مشروع له موعد نهائي نعرف تماماً أن حتى تسجيلاتك بالجامعة لها موعد بداية وموعد نهاية الموعد النهائي لمهم أو مشروع هو آخر وقت أو تاريخ إذن ممكن يحدد بوقت وتاريخ يمكن فيها أكمال جميع مهام المشروع ويعاد تحديد الموعد النهائي مهماً جداً في كل ما تفعله في حياتك لماذا؟ ببساطة فهو ببساطة وسيلة للتعامل مع الوقت بحكمة نظراً لمحدودية لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك إذن يجب الالتزام بالوقت وفي مشروع المسرحية فإن الموعد النهائي لها هو العرض الأول كما ذكرنا في الحصة السابقة قلنا معرفة انتهاء عمل المسرحية بتاريخ انتهاء العرض في تطبيق جد بروجيكت يمكنك أن ترى الموعد النهائية الخاصة بمشروعاتك في عامود تاريخ الانتهاء هل يوجد هناك مزايا لتحديد الموعد النهائي؟ نعم بوجود موعد نهائي للمشروع يحدد جدولاً معين للإنتاج يبين مراحل المهام الانتاجية بسبب وجود الجدول الزمني والموعد النهائي للمشروع إذا كان هناك موعد نهائي للمشروع فذلك يعكس على العاملين والموظفين يحسن من الانضباط وأخلاقيات العمل يبعث فيه الموظفين ويوفر إحساساً هائلاً بالإنجاز إذن عنده هدف وإذا تحقق هذا الهدف في الزم المحدد يعطيه إحساس هائل بالإنجاز والفخر تحديد الموعد النهائي يقلل من التأجيل والمماطلة في حياتك لاحظة عزيز الطال إذا لم يكن عندك موعد نهائي فإنك تؤجل أعمالك فإذا كان هناك موعد نهائي ومحدد مثل دخولك للاختبار مثل تسجيلك لجامعة إذن التزامك بالموعد يغلل من المماطلة والتأجيل لتقديم هذا الاختبار أو التقديم على هذه الجامعة يمنع جدولة أحمال أو أعمال زائدة عند الإمكانيات المتوفرة إذا كان هناك جدول محدد حتى يغلل من الهدر الزائد في الأعمال هناك نقاط مهمة يجب اتباعها وأخذها بعين الاعتبار عند تحديد الموعد النهائي إذن هناك ما هي النقاط؟ النقاط التي ينبقى أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الموعد النهائي واحد يجب أن تكون الموعد النهائية واقعية ومتوازنة لتجنب ضغوطات العمل والسنزاف الموارد إذا كان لدينا مشروع يحتاج مثلا ثلاثين يوما فتقديراته يجب على مدير المشروع تحديد الموعد المناسب لهذه المهمة لأنه إذا كان عمل يحتاج ثلاثين يوما ويأتي مدير المشروع ويحدد عشرة أيام ممكن هذا يؤثر على عمل المشروع ويأتي بضغوطات العمل والسنزاف الموارد النقطة الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار السماح بهامش للخطأ أو التأخير في تقدير وقت المشروع إذن في نسبة خطأ مقبولة في التأخير في عمل المشروع النقطة الثالثة والمهمة إعلام الموظفين والعاملين بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وتذكيرهم بها دوريا إذن فريق العمل يجب يكون على دراية وعلم بالموعد الزمني للمشروع وبإمكان مدير المشروع وضع عداد المشروع حتى يبين عدد الأيام المنتهية والأيام المتبقية أربعة التأكد من كفاية موارد المشروع للانتهاء في الوقت المحدد يجب على إدارة المشروع التأكد من الموارد سواء الموارد المادية أو البشرية هل الموارد المادية تكفي لإنهاء المشروع؟ هل الموارد البشرية كافية لإتمام المشروع؟ أم لا؟ هذه النقاط يجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد الموعد النهائي تعيين المهام وأدوار الموارد وتكليفهم في تطبيق جانتو برجكت المشروع يتكون من أقسام كثيرة أو من موارد بشرية من المهام الرئيسة التي تعرفنا عليها وتم إضافتها في الحصة السابقة هي المهام لعمل مسرحية تبدأ بالإنتاج وتنتهي بالعرض الأول بما فيهم المهام الفرعية المهام الفرعية التي هي في الأخراج التي هي الموسيقى والمشهد والأزياء هذا تم إضافته في الحصة الماضية في جانتو برجكت أما في إدارة المهام يتم إضافة الأدوار ما هي الأدوار؟ هي المسميات الوظيفية للمشروع نبحث على المسميات الوظيفية التي يحتاجها المشروع مثل مدير المشروع مدير الإنتاج كاتب السيناريو مدير طاقم التمثيل المخرج الممثل مدير الموسيقى فنان المشهد مصمم الأزياء مدير المسرح مصمم الإضاءة إذن هذه الأدوار يتم إضافتها في المشروع وبعدها نبحث عن الأشخاص لكفاء لشكل هذه الوظائف مثلا الأسماء محمد وحمد بلال أسماء اختيارية باستمم كتابتها بناء على هو موجود في الكتاب إذن معنا المهام الرئيسية والفرعية عندنا الأدوار اللي هي الأدوار اللي هي المسميات الوظيفية وعندنا الموظفين الذين يشغلون المهاء الأدوار إضافة معلم رئيس في تطبيق جانتو كوجكت معلم تتم إضافة المعلم على مهمة محددة حتى يتم تحديدها والاهتمام بها وبعدها الانتقال إلى عمل آخر مثلا تعد بروفات اللباس في مشروع المسرحية معلم رئيسا في المشروع إذن تم خط تاج أو علامة على مهمة بروفات اللباس إذن عزيزي الطالب إذا سمعت كلمة معلم فالمعلم مرتبطة بالمهمة وليست بالأدوار إذن معلم مرتبط بمهمة معينة مثل المثال الموجود لدينا في المسرحية مثلا بروفات اللباس تعد معلم بعدها يتم العرض الأول للمسرحية كيف يتم إضافة معلم رئيسا في في المشروع بالضغط بالزر الفأر الأيمن على مهمة على مهمة من القائمة على سبيل المثال بروفات اللباس أضغط على المهمة زر الفأر الأيمن واذهب إلى خصائص المهمة تكس روبتس من نافذة خصائص بروفات اللباس تظهر التي ستظهر حد الطندوق معلم رئيس مايلستون أضغط على موافق في الجدول الزمني يكون هناك وسم باسم المهمة لاحظ أزيزي هذه المهمة قائمة المهام بالضغط على تسك بروفات والذهاب إلى خصائص والذهاب إلى خصائص بروفات اللباس نحدد نضع علامة صح أمام مال مايلستون وتأتي بعلامة معين شوف الآن مهمة بروفات اللباس تختلف كشكل في المخطط اللوحة اللوحة الزمنية تعيين أدوار الموارف تطبيق جانتو بروشكت تعيين الأدوار الأدوار ذكرناها اللي هي مدير المشروع مدير الإنتاج كاتب السيناريو مدير طاقم التمثيل إلى مصمم الإضاءة كيف نقوم بإضافتها؟ نقوم بإضافة الأدوار بنفس طريقة إضافة اسم المشروع وتحديد أيام إجازة نهاية الأسبوع تذكر أزيزي الطالب من أي قائمة قمنا بإضافتها؟ أحسنت قمنا بإضافتها من قائمة المشروع بروشكت من قائمة المشروع بروشكت ثم أضغط على الخصائص في نافذة خصائص المشروع بروشكت بروبيرتز التي تظهر أضغط على أدوار الموارد ريسورز رولز اللي هي هنا المصادر أضغط على أضف آد ليتم إضافة الموارد الذي تريد في الحق لدنا أكتب دور عضو الفريق الذي سيكون متاحا في وقت لاحق على سبيل المثال مدير المشروع ثم أضغط على مفتاح تاب لإضافة البقية بقية الأدوار استكمل عملية إضافة الأدوار الإضافية من خلال الضغط المزدوج على الحقل الموجود بالأسفل واكتب الاسم ثم أضغط على مفتاح تاب عندما تنتهي من إنشاء أدوار إضافية أضغط على موافق أوكي لقد أصبحت الأدوار الآن توفرة عند إضافة مورد جديد إذن هذه الطريقة التي تقوم بها بإضافة الأدوار من قائمة من قائمة بروجيكت إضافة أدوار الموارد في تطبيق هذه الواجهة الرئيسية خصائص خصائص الموارد خصائص المشروع تذهب إلى أدوار الموارد وتقوم بالضغط على أضف وكتابة الأدوار بعد الانتهاء النقر على موافق تحديد موارد المشروع في تطبيق جانتو بروجيكت الآن الأدوار من الأشخاص الذين يتولوا هذه الأدوار من الموظفين الذين يتولوا هذه الأدوار نيو ريسورس بالضغط على نيو ريسورس من القائمة المنسدلة في نافذة المورد ريسورس أكمل المعلومات المطلوبة الخاصة بعضو الفريق على سبيل المثال الاسم والدور الافتراضي أضغط على موافق أوكي أضغط على علامة التوبيب مخطط المورد ريسورس شارت لمعاينة النتيجة نلاحظ الآن النتيجة تمت إضافة دور غير محدد في القائمة للموظف محمد هذه الواجهة الرئيسية لريسورس اللي هو الموارد نذهب إلى شامل أو جنرال يحدد فيها بيانات المورد أو الموظف الاسم محمد والدور تخليه افتراضي وثم نضغط على موافق تحديد موارد المشروع في تطبيق جانتوبروجكت بعد كتابة بعد كتابة بعد كتابة جميع الأدوار تحديد دور مدير المشروع عند كتابة الدور أول دور يتم إضافته افتراضيا هو دور مدير مدير المشروع في فريق المسرحية يكون مدير المشروع مسؤولا عن الاستعدادات حتى يحفر الفريق العرض الأول إذن مدير المشروع هو المسؤول عن عن كامل مهام المسرحية حتى يصل العمل إلى العمل النهائي أو المهمة النهائية وهي العرض الأول اختيار اضغط على الدور الافتراضي Default Roll للشخص الذي عضفته محمد مثلا على سبيل المثال اختر مدير المشروع إذن أول دور نحدد فيه مدير المشروع سيظهر الدور المحدد عضف أعضاء الآخرين سيتم إضافتهم في الدرس تعيين دور كل عضو من العطاء إذن قمنا بتحديد محمد كمدير للمشروع نقوم بتحديد باقي الأسماء من مدير الانتاج كاتب السيناريو مدير طاقم الممثلين والمخرج وبقية الأدوار من خلال resource chart تعين الأدوار قد ذكرتها أمامك بعد إضافتها أحمد يشغل مدير مدير الانتاج وبلال كاتب السيناريو ويحيى مدير طاقم الممثلين إلى بقية أعضاء طريق المسرحية تعيين المهام نعين لكل موظف أو مورد مهمة هو لديه مثلا اسمه محمد مدير الانتاج بس مدير الانتاج ويش مسؤول في المسرحية نعين المهام من خلال من خلال تعيين 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 مهمة لكل موظف خلال علامة التبويب تنت أضغط بالزر الفارع الأيمن على مهمة على سبيل المثال عرض الأول ندخل على الخصاص بالضغط على الزر الموس الأيمن ومن ثم تبويب المورد ريسورز وإضافة وإضافة بقية الأسماء لرؤية أسماء الموارد التي أضفتها سابقا اختر الاسم أحمد اضغط على موافق أوكي خصص بقية الموارد هذه الواجهة الرئيسية لإضافة ريسورز نيم إضافة الأسماء وإضافة وضع منسق يمكن إضافة المزيد من نفس العرض الأول من من أيقونة أضف أو حذف يمكن رأية المهام التي تضمنها كل مورد من خلال من خلال الضغط على الزائد سرة توسعة أو توسيع لأي موظف يعطيك جميع المهام المندرجة تحتها شكرا لكم عزيز المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة